بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم إن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم بفضل الله ونعمته يستمر معكم هذا المجلس وهذا اللقاء القرآن في شهر القرآن ومن مهبط الوحي من جوار الكعبة الشريفة بيت الله العتيق نتدارس فيه معا آيات سورة العلق السورة المكية السورة التي صدرها أول رحمة أكرم الله عز وجل بها العباد فهي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم هذه الآيات في هذه السورة الكريمة ذات معنى عظيم وفوائد جمة وهكذا شأن القرآن أليس هو كلام ربنا عز وجل وهل هناك كلام أعظم من كلام الحكيم العليم جل جلاله كان وقوفنا في درسنا الماضي ومجلسنا الماضي وقفنا بعد أن ذكرنا أن السورة في مقابل هذا الوحي وهذا الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل فذكرت السورة ثلاثة أحوال أو ثلاثة صور أما الحال الأولى والصورة الأولى هي صورة المتلقي لهذا الوحي لهذا الهدى الذي جاء من عند الله التلقي له بالقبول والخضوع والإنقياد والاستعداد بالعمل وهذه الصورة الأولى وهي ما تضمنتها الآيات الخمس الأولى أيضا مع ما فيها من قضايا منهجية عظيمة جدا وقفنا معها في لقاءات سابقة ثم الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي صورة ذاك الذي عرض عليه هذا الحق وهذا الهدى فأبى ولم يقبل وأعرض واستكبر وهذا يمكن أن نقول هو ما دل عليه قول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة ثم تأتي الصورة الثالثة والحالة الثالثة وهي حالة التلاقي حالة الإجتماع في مكان واحد على بهذين النموذجين أو بهاتين الصورتين حين يتلاقى القابل للحق الخاضع له والمعرض عن الحق الصاد عنه فإن هناك صور وأحوال ونماذج تكون في ميدان هذا التلاقي فهنا في هذه السورة الكريمة في هذه الآيات المباركات تعرض على نموذج هو أخذ إلى جانب المضادة والصد من طرف واحد بصورة أكبر وهو نموذج كما قلت للتلاقي بين هاتين الحالتين والتي ابتدأت بقول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فوقفنا في درسنا الماضي وانتهينا مع قول الله عز وجل أو أمر بالتقوى ثم نقف اليوم مع قول ربنا عز وجل أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ولكن قبل أن أقف مع هاتين الآيتين الكريمتين فإن ما سبق وبعد أن تبين لنا كثير من القضايا التأصيلية والقواعد المرتبطة بهذه الآيات الكريمات والفهوم التي تعرض لها العلماء وأشرت إلى ذلك ملخصا من أقوالهم ومن علمهم الذي دونوه في مراجعهم العلمية النافعة فأقول إن المتأملة لهذه السورة وخصوصا لأن حقيقة وقوفنا معها لأنها البدايات تؤسس وتؤصل وتبين غايات النهايات فالبدايات في كتاب الله عز وجل لها هذه المكانة حقيقة في تأصيل هذا المسار وهذا الهدى الذي سار به النبي صلى الله عليه وسلم وحقق مراد الله عز وجل في نفسه ثم حققه في ذاك النموذج الأول الذي أعلن الله عز وجل رضاه عنه وفي ذاك اليوم العظيم وهو يوم عرفة فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين فهو رضا بما وصل إليه من الفهم والعمل والتطبيق والدفاع والاعتقاد فكل ذلك رضيه الله عز وجل منهم لذلك كان هو صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة أليس قد اكتمل فيه ذلك النموذج وكان أصحابه رضوان الله عليهم أسوة وقدوة أليس قد أعلن الله عز وجل الرضا عنهم فإذا هذه المعاني أقول أيضا عندما نتأمل في المسار إلى هنا إلى هذا الموقف أو أمر بالتقوى فإننا نجد أن هذه الآية حقيقة وهذه السورة وبالذات تلك البدايات إنها تؤسس للناس كل الناس ولهذه الأمة المؤمنة المسلمة على وجه الخصوص تبين لهم وتؤسس أن الأنبياء هم الأدلاء على طريق الحق هم الأدلاء على طريق الحق هم الذين يعرفون بالله وهم الذين يعرفون بمراد الله وهم الذين يعرفون بأمر الله وهم الذين يعلمون كيف يتحقق أمر الله ومراد الله لذلك منذ اللحظة الأولى أن الأنبياء لم تكن تلك المكنة التي كانت لهم بعد النبوة يعني بناء على علم سابق ولذلك نجد أن القرآن يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصف حاله قبل نزول الوحي إليه مع أنه كان أحسن أهل الجاهلية في أخلاقه وفي بعده عن الفواحش وعدم اقتراف ما هم فيه من الشرك وعبادة الأصنام إلا أن ذاك الحسن إذا ما قورن بنور الوحي فإن نور الوحي شيء آخر لذلك قال الله عز وجل في كتابه ووجدك ظالا فهدى إذن هذا الوصف لهذا النبي الوصف السابق له قبل أن يتنزل عليه الوحي فهي سورة ذاك التوهان وذاك التحير الذي كان يعيشه صلى الله عليه وسلم فأخرجه الله عز وجل منه بنزول هذا الوحي عليه النور والروح وهذه قضية حقيقة في غاية الأهمية فإن الأنبياء إنما هم يعملون بوحي الله ويبلغون وحي الله ويقومون الناس وفق ميزان الله فلذلك قولهم بوحي وعملهم بوحي واتصالهم بوحي وقطيعتهم بوحي ومنازلتهم بوحي وحبهم بوحي وبغضهم بوحي وعطاؤهم بوحي ومنعهم بوحي إذن هذا هو السمت لهؤلاء الأدلاء ولذلك قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي إذن هذا هو الطريق الذي سورة إقرأ رسمت معالمه الأولى ووضعت لبنته الأساس وبيّنت للأمة وللبشرية أن النبي مبلغ عن ربه وأنه ناقل لما علمه الله سبحانه وتعالى فلذلك الإنسان بما وصل إليه من البلاغ هو يقف بهذه المسؤولية أمام ربه عز وجل لأن الأمر أمر الله والوحي وحي الله والحق ما جاء عن الله فإذن إذا وقف الإنسان بهذا المعنى العظيم فإذن يدرك الإنسان ما معنى قضية النبوة فإنهم أدل عن أدل على هذا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل أيضا نجد هنا هذه المصطلحات العظيمة الرئيسة المستخدمة في هذه السورة الأولية في النزول والتي تمثل البدايات فإننا نجد أن هناك مصطلحات بدأت تأخذ طريقها مع هذا الوحي وينطق بها هذا النبي الكريم الخاتم خليل رب العالمين قضية العبودية عبد وأن العبودية وصف للإنسان وأن هناك الصلاة ثم بعد ذلك يأتي وأن هذه الأوصاف ليس المراد أن تبقى أوصافا مجردة نظرية تجريدية بل لأجل أن يتمثلها الناس بل لأجل أن تصبح أوصافا للناس فالذي صلى سيكون هناك المصلي والذي يأمر والذي يكون على الهدى ليكون هناك هاد ومهتدي وليقابل المصلي غير المصلي والتارك للصلاة وليقابل الهادي والمهتدي الظال والمضل وليكون هناك المتقي فإذن هذه الكلمات لم تكن هي مجرد كلمات عابرة وإنما يراد فعلا أن تكون محل عمل وتمثل يتمثلها الناس فلذلك يبدأ يخرج منها أسماء وأوصاف يتصف بها القائمون بها أو التاركون لها ثم أن تلك الكلمات لم يترك تفسيرها ومعرفة مضامينها وماذا يدخل تحتها وما هي الأعمال التي تنضوي والكلمات التي تنضوي تحتها فلذلك جاء القرآن ليفصل في ذلك كله ثم أيضا نجد أن تطبيقها واقعا وعملا ليس الأمر متروكا وحبلا مرخيا للناس وإنما له زمام الزمام ما هو هم هؤلاء الأدلاء الأنبياء وفي أمام هذه الكلمات يبقى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو دليلنا لتطبيقها وكيفية الأداء لها وليس علينا إلا أن نقتفي صلوا كما رأيتموني أصلي والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له هو عبد الله إذن هذه أيضا قضية ذات شأن وذات شأن عظيم ثم أيضا أن تلك الكلمات لا بد أن يتبين أن ارتباطها إنما هو بمن شرعها وبمن أنزلها وبمن جعلها قرآنا يتلى فالعبد سيأتي أيضا ما يبين ذاك الارتباط أن العبد إنما هو لله وهي عبودية لله لا لغير الله وأنه لما قام عبد الله فهو ليس عبد لغير الله فيأتي ما يبين ذاك الارتباط بكل وضوح ثم الصلاة وقوم لله قانتين أماكنها ودورها تبنى من أجل الله وأن المساجد لله الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ثم التقوى واتق الله إذن هنا القضية تدور على محورها الأساس الله رب كل شيء الله هو المعبود جل جلاله الله هو الحكم سبحانه وتعالى فإذن هذه أيضا قضية ذات شأن وذات شأن عظيم ثم أن الدعوة والبلاغ تدور على تلك الكلمات فدين الله باق ما بقيت هذه الكلمات دين الله باق ما بقي الفهم الصحيح لتلك الكلمات دين الله باق ما بقي الإيمان بتلك الكلمات دين الله باق ما بقي العمل بتلك الكلمات دين الله باقي ما بقي الدليل على ذلك كله هو النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا يعطي وضوح من أول الطريق ويعطي دلالة واضحة على أن هناك طريقين طريق هذا منهجه نظر إلى الوحي بهذا الفهم ونظر إلى الدليل على هذا الوحي بهذه المكانة والوضوح فلذلك ليس له باب إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأدلاء ولذلك كان هذا البيت المبارك بيت إبراهيم عليه السلام منذ أن بعثه الله عز وجل وأصبح هذا البيت المبارك تولى بفضل من الله وإكرام من الله واجتباء من الله واصطفاء واختيار من الله تولى الدلالة على طريق الجنة والدلالة على الطريق إلى الله جل جلاله فكل من دخل الجنة من بعد بعثة الخليل إبراهيم عليه السلام إنما دخلها من بوابة بيته وكل من دخل النار من بعد بعثته إلى يوم القيامة إنما دخلها لأنه أعرض أن يدخل من بيته ومن بوابة بيت الخليل إبراهيم عليه السلام لأن جميع الأنبياء من بعده هم من ولده وذريته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام حتى كان خاتمهم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإذن هذه المعالم العظيمة الجليلة القدر رفيعة المكان في قوة بناء تصور الإنسان عن دينه عن الإسلام الذي خضع له فلذلك لا يمكن أن يكون هذا المسلم جادا في إسلامه ثم نجده معرضا عن تعلم الوحي لا يمكن أن يكون هذا المسلم جادا في إسلامه وهو لا يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هذا المسلم جادا وهو لا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن مقامه مقام الأسوة واجبة الاتباع والتأسي والاقتداء لا يمكن أن يكون جادا وهو يهمل الوقوف مع كلمات القرآن وأن ينظر على أن النجاة إنما يكون في القيام بها وبحقها وأول ما يكون في حقها أن تحفظ بعد أن تعلم وبعد أن يعلم ما فيها من المعاني وبعد أن يوجد القناعة بها وبأنها هي المخرج وهي الفوز وهي السعادة وهي الرضا وهي النجاة وهي بلوغ الرضوان عند الله فإذا لم تكن هذه حقيقة معاني موجودة وقائمة في حياتي هذا المسلم إذن هو يحتاج أن يراجع نفسه ويخشى هذا الإنسان أن يأتي يوم القيامة ويكون داخل في قول الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فيقول الله عز وجل أرأيت إن كذب وتولى إذن بدأ النموذج النبوي نموذج الدليل على الهدى يتمثل في حيز الأرض وبدأ يخطو خطوات نحو عمارة هذه الأرض المقدسة وفق ما أراد الله ووفق ما لأجله وضع البيت ووفق ما طهره خليل الله إبراهيم ووفق ما تحرك به مع ابنه إسماعيل ومن آمن معه ممن سكن معهم حول البيت فكانت مهمة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعود البيت على وضعه الأول الأصلي الذي أسسه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ولكن أبا جهل أبا وما رضي لأنه ما زال قلبه مطموس بالجهل والظلام وما زال مصرا كبرا وعنادا وحسدا أن لا يقبل هذا الحق فلذلك هو نهى نهى من نهى عبدا لله نهى مصليا لله نهى من هو على الهدى نهى من يأمر بالتقوى وهنا ملحظ عندما قال الله أو كان على الهدى كم مقدار ما نزل من القرآن إلى وقت نزول هذه الآيات لم ينزل إلا شيء يسير لكن كل شيء في القرآن هدى وكل ما وكل عمل بالقرآن هو من الهدى وهذا أيضا أمر عظيم أن كل شيء في القرآن هدى فليس قليله خارج عن الهدى فالهدى فيه كل والهدى في كل جزء فيه لأنه كتاب الله جل جلاله أرأيت إن كذب وتولى إن الذي نهى وصد ولم يأذن ويريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا العمل الحق عند بيت الحق كما فعله رسول الحق الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل مبينا أن نهيه كان عن تكذيب وكان عن إعراض ولم تكن قضية موقف عابر ولكنه اختار لنفسه طريقا ووضع قدمه في ذاك الطريق ومكنا قدمه من ولذلك الكذب من أقبح الصفات التي يتخلق بها الإنسان وأي كذب أعظم من أن الإنسان يكذب الحق يكذب الحق ولا يقبل الحق فلذلك بهذا التكذيب هو جعل باطنه خراب وجعل ظاهره فساد فالداخل أصبح خريبا بذاك التكذيب فهذا شأن الباطن صار خريبا والظاهر صار يعلوه الفساد لأن الأصل في الكذب وصف للباطن والأصل كما قلنا وتقرر من الآيات الأولى أن الأصل في صلاح الإنسان صلاح باطنه فهذا أفسد وأخرب باطنه بهذا الكذب وترتب عليه أنه أفسد وأخرب ظاهره بموجب ذاك الكذب الذي تمكن من قلبه واستقر في وسط أعماقه أرأيت إن كذب ودل ظاهره على فساد باطنه كما دل صلاح باطن العبد صلاح ظاهره فهو عبد لله بباطنه فظهر حسن ظاهره فكان هو المصلي وهو الثابت على الهدى وهو الآمر بالتقوى أما هذا الذي أخرب باطنه بالكذب فكان ظاهره الإعراض تولى عن أي شيء وكذب بأي شيء هنا ذكر العلماء أقوالا ليست هي من خلاف التضاد ولكنه تجوزا يسمى خلاف وإنما هو من التنوع حيث نظر كل منهم إلى أعظم ما جاء في هذا البلاغ الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه وأكبر ما يترتب على الإعراض في مقابل هذا البلاغ فعبر عنه فمنهم من نظر إلى الأساس والأصل الذي أمر النبي بذلك والذي فتح على النبي ذلك وهو الله العظيم جل جلاله فلذلك قال أن التكذيب هو التكذيب بالله عز وجل حيث لم يرضى بأن الله عز وجل يختص أحدا من عبيده بالرسالة فكذب الله في ذلك الأمر ومنهم من نظر إلى أساس هذا البلاغ الذي جاء ونزل وأن أساسه هو في ذاك الإيمان في ذاك التوحيد في ذاك الإفراد لله بالعبودية فقال إذن التكذيب تكذيب بالتوحيد والإيمان بالله ومنهم من نظر إلى المبلغ لذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقال التكذيب هو التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من نظر إلى الثمرة الظاهرة التي تجنى من وراء قبول الوحي والإيمان به وتلقيه وهي الطاعة وفعل الخيرات فقال كذب كذب بالطاعة فإذا ما نظرنا كل تلك الأقوال والمعاني هي لا تخرج أن تكون مرادة وأن الذي كذب كذب بذلك كله ولكن كما قلت كل من العلماء انقدح في ذهنه المعنى الأبرز والأظهر الذي تجلى فيه قضية التكذيب من هذا الناهي فعبر عنها الذي كذب وتولى التولي هنا التولي هنا ليس أنه تولي تولي مسالمة وإنما هنا تولي مبني على التكذيب أي إعراض ففي كل صورة من الصور التي دل عليها معنى التكذيب قابلها معنى في التولي والإعراض فتولى بمعنى أعرضا فإن قلنا أن التكذيب بالله وما جاء عن الله فالتولي عدم إيمان بوحدانية الله وإن قلنا أن التكذيب للتوحيد فإذن التولي بمعنى إعراض عن التوحيد وبقاء على الشرك وإن قلنا أن التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فالتولي عدم تصديقه وعدم الإيمان به وإن قلنا التكذيب للطاعة والخضوع لما جاء في ذاك البلاغ فيكون التولي عدم العمل بما جاء في ذاك الوحي والثبات على ما كان فيه من الضلال والانحراف أرأيت أرأيت إن كذب وتولى وهنا بهذه الصياغة التي فيها التهديد وفيها أيضا التعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر وكذا لهذه الأمة أن تنظر إلى حال هذا الناهي المكذب الذي تولى وأعرض عن الحق وعن قبول الحق بكل أنواع وصور الإعراض بكل أنواع وصور الإعراض سواء ما يتعلق بقلبه أو بجوارحه في كل تلك الميادين فهذا كان شأنه أرأيت إن كذب وتولى لما كان هذا حاله قال الله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى إن الآيات الأول بيّنت لنا أن أعظم علم هو العلم بالله وأعظم علاج لمرض الإنسان الذي يعتريه وخصوصاً وخصوصاً أخطر الأمراض مرض الكبر والحسد إن علاجه ينتهي متى ما فتح الإنسان على قلبه هذا العلم العظيم العلم بالله وإن آفة كثير من الناس الجهل وإن الجهل لينتهي بظلمته أول ما يضع الإنسان قدمه في طريق باب العلم بالله عز وجل لذلك هنا تأتي الإشارة إلى هذا الأمر العظيم ألم يعلم بأن الله يرى وحتى نزيد في الإضاح والربط بين هذا التوجيه الرباني وهذه المواجهة الربانية لهذا الناهي فنعود ونقف مع إخبار الله سبحانه وتعالى إلى حكمة الوجود الذي خلق الموت والحيات ليبلوكم أيكم أحسن عمل والأحسن هو المحسن والمحسن هو من يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الأحسن عمل إذن من هو الأحسن عمل هو هذا الإنسان الذي يستشعر رقابة الله وكيف يستشعر الإنسان رقابة الله إذا كان يستشعر معية الله وكيف يستشعر الإنسان معية الله إذا كان عالما بالله وكيف يكون عالما بالله إذا فتح على قلبه هذا العلم العظيم العلم بالله عز وجل إذن هنا القضية أن الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما بلغ فيه هذا الخصم من العداء أنه لم يعلم من هو الله ولم يعرف ربه ولم يعرف ما له من العظمة والجلال فلذلك ارتكب ما ارتكب وفعل ما فعل وجنى ما جنى من هذه الجناية التي يا محمد أنت الآن تواجهها إذن ما هو دورك دورك أن تعرف الناس بربهم الذي خلق الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم الرب رب النعم جل جلاله فهو معطيها ومسديها إن الذي أوصل هذا الإنسان إلى ما أوصله أنه لم يكن في قلبه هذا العلم فلذلك هو يذكر به ويوعظ به وقد يقال التذكير به لما يذكره وإذا كان جاهلا به فهل سيفهمه في ذاك الخطاب وهنا وقفة لإعجاز عظيم وفقه من فقه القرآن عظيم إن تذكيره بأن الله يرى هو خطاب لما علم الله جل جلاله وهو خالق الإنسان علم الله أن في أعماق فطرة هذا الصاد وهو في فطرة كل إنسان أن الله فطر هذه النفوس على معرفة الله عز وجل أليس هو قد أوقفهم وأشهدهم على نفسه بأنه هو ربهم فالجميع اعترف له وهذا في قول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إذن هذه الفطرة التي داخل الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فهنا التذكير إنما هو تذكير ليتخطى ذاك الران الذي غطى إبليس على تلك الفطرة ولذلك يصرح هذا الناهي هذا الناهي بذلك عندما يسأل هل محمد كاذب فيقول لا إذن ما الذي يمنعك الحسد ثم وقفة أخيرة أقول إن هذا الأمر التذكير بقضية الرقابة بقضية استشعار المعية إنما هو تذكير بالواعظ الأكبر حيث أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه عالم بكل ما يخفي وما يعلن كل ما تخفيه وكل ما تعلنه أن تعلم أن الله يعلمه هذا هو الواعظ الأكبر ولذلك لا تقلب ورقة في المصحف إلا تجد أن الله عز وجل يناديك بهذا الواعظ الأكبر استشعار معية الله والعلم بأن الله عز وجل رقيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلذلك كانت أول مواجهة لهذا الناهي الصاد المكذب المتولي أن يذكره الله بأن الله يرى يقينا بأن في أعماق قلبه هذا العلم وهي تلك الفطرة لا تبديل لخلق الله فإذن هذه وقفة مع هاتين الآيتين الكريمتين وكم في هذا الأمر من حكم عظيمة جليلة ونكمل بمشيئة الله في مجلسنا القادم نسأل الله التوفيق والسداد والفتحة والرشاد إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر